السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء وطلاب الصد الروح اليوم سوف نتحدث عن جداول المدخلات والمخرجات طبعا نتحدث عن النمط اليوم سوف نتحدث عن جداول المدخلات والمخرجات الآن يكون هناك قاعدة ل هذه الجدول او قاعدة لشيء معين مثل قاعدة النمط بحكي لي هون استعمل قاعدة الاعداد التي قاعدتها ضرب 3 لإكمال الجدول معطيني مدخلات بدي ادخل 1 و 2 و 3 على القاعدة القاعدة الي هي ضرب 3 رح يخرج لي اشياء يعني كل عدد من المدخلات بدي اروح اخليه يخضع للقاعدة القاعدة ضرب 3 واحد ضرب 3 كم؟ 3 اثنين برضو رح اخليها تخضع للقاعدة اثنين ضرب 3 6 ثلاث ضرب 3 9 اثنين انا هون شو عملت؟ عندي مدخلات طلع مخرجات في القاعدة عندي قاعدة وهي القاعدة دخلت لها هي القاعدة هي نفترض عندي هاي القاعدة ضرب 3 انا دخلت لها المدخلة 1 شو طلعت لي اياها لما ضربت 3 شو طلعت لي اياها؟ ثلاث رحت انا دخلت لها 2 ضربت لها 3 شو طلعت لي؟ 6 رحت ادخلت لها 3 ضربتها 3 شو طلعت لي؟ 9 هاي هوا الواحد 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 الستة والتسعة هاي هوا تمام؟ مثلا انا دخلت لها شي طلعت لي اشي 3 شو طلعت كمت؟ هون اتنين بدأ ادخل اتنين بدأ اضربها بستة اتنين بدأ ضرب ستة كم ؟ اتناش فهون كم ؟ اتناش هس هون بدأ ادخل كم ؟ ثلاثة ضرب ستة ؟ ثمانتاش مالاته هون كم ؟ ثمانتاش اذا عندي قاعدة و بدي اطبق عليها قاعدة و بدي اطبق و امشي عليها اضرب المدخلات فيها او اطبق القاعدة على المدخلات لو بحكي لي جمع او طرع او ضرب او قسمه بطبق المثال الثاني بحكي لي رتب عبدالرحمن علدا من علب العصير على رفوف في محل تجاري حسب الجدول الآتي نحكي لي عبدالرحمن علدا من علب العصير في رفوف المدخلة اللي هو رقم الرف هون رقم الرف تمام ؟ والمخرجة اللي هو عدد علب العصير هون الرف الاول على سبع علب نحكي لي هون ما القاعدة التي اتبعها لترتيب علب العصير يعني عندي الواحد فيها سبعة الواحد سبعة asket Hay Everybody صارت البتان صار اربعتاش التلاته سارت وهائه 21 ما القاعدة شو انا عمدتي بالواحد ضربته في سبعة شو عمدت في التنين ضربته في سبعة شو عمدت في الثلاث ضربته في سبعة قاعدة اللي اتبعها عبد الرحمن هي ايش الضرب في سبعة صح دخلت المخرج واحد شو طلعت لي سبعة دخلت المخرج اثنين اثنين ضرب سبعة اربعة طهش دخلت ثلاث ضرب سبعة واحد عشرين دخلت اربعة ضرب سبعة تمانية وعشرين اذا انا ما عندي قاعدة النمط الضرب ضرب في العدد سبعة هاي قاعدة النمط الضرب في العدد سبعة طيب بحكي لي ما عدد العلب الذي سيضيفها على الرف السادس اذا استمر على النمط نفسه الرف السادس شو رح اعمل السادس ستة ضرب سبعة بكل مرة انا بدى اضرب بسبعة بدى ادخل المدخل وينفي القاعد القاعد هي كم ضرب سبعة وينساوي كم ضرب سبعة وينساوي كم بكل مرة اثنين واربعين علبة تمام هون اذا الدرس كثير كثير سهل و بسيط يا رابع بحكي لي ما عطيني بكون قاعدة او جد المخرجة يعني بدي اروح اشوف المدخلة أطبق عليها القاعدة الاجتماعية تصبرين على المخرجة زكوم مiquلة دعوني مظهر الموضوع رابع بسيط و سهل و هيك نتحدث عن جداول المدخلات و المخرجات يا رابع و يعطيكم العافية